الهلال الأحمر الليبي لم يتوقف عن العطاء والإرشاد وتقديم كل ما يلزم للمساعدة في مجالات شتى وهذا فرع من فروعه وهو الهلال الأحمر الليبي فرع ساحل الجبل الأخضر يقوم بحملة توعوية تعطي نبذة عن الإسعافات الأولية ومحاضرات للتعريف بالهلال الأحمر ونشأته وما قدمه من عطاء للمجتمع طبعا اليوم جينا للمدارس قدمنا تعريف بالهلال الأحمر شنو وخضينا جانب الإسعافات الأولية اللي منهن الحروق والجروح والأغماء والغرى والكسور الحملة شاملت عددا من المدارس ببلدية الساحل كمدرسة الشهيد محمد عسل ومدرسة عمر يونس المبروك بمنطقة قصر ليبيا إذ قام متطوعو الهلال الأحمر بالحملة التوعوية بالتنسيق مع قطاع التربية والتعليم بالبلدية والتي تضمنت الإسعافات الأولية كإسعافات الكسور والحروق والتسمم والإغماء والغرق وغيرها شرفنا اليوم بزيارة الهلال الأحمر الليبي فرع الساحل وكانت المضمون الزيارة إرشادات على الإسعافات الأولية ترشيد الطلاب كيفية القيام بها وما يقدمه الهلال الأحمر الليبي في بلدية الساحل وما تقدمه الفروع الأخرى مشكورين على هذه الزيارة الحملة لاقت حفاوة من قبل إدارات المدارس التي زارها أعضاء الهلال الأحمر وأيضا شهدت قبولا وتفاعلا من قبل الطلاب بالمدارس مدير الهلال الأحمر الليبي فرع الساحل محمد الجاير صرح بأن الحملة التوعوية ستستهدف أيضا موظفي القطاعات الخدمية والأمنية بالبلدية للرفع من وعيهم بالإسعافات الأولية والتعامل مع المصاب في الحياة اليومية بالتعامل مع المصاب في الحياة اليومية